بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفتن افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه مكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر بالسماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعونها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا بنا مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرون وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أردلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه أباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خيرا مستقرا وأحسن بقينا ويوم تشنطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ للحفظ للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلداء ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلداء ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهما إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرطناهم وجعلناهم للناس آية وجعلناهم للناس آية وأعتذنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا نغلاء صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أب أنت تكون علي وكيلا أم تحسب أن ترهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعاب بل هم أضل سبيلا ألم ترين ربك كيف من تضل ولو شاء لجعله وساكنا ثم جعلنا الشمس علي دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباثا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعابا وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثروا الناس إلا كفورا ونوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراث وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل من أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق الزماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قين لهم اسجدون الرحمن قالوا ومن الرحمن وإذا قين لهم اسجدون الرحمن قالوا ومن الرحمن أن اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هغنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هغنا وإذا خاضبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعة مستقرا ومقاما إنها ساعة مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يغتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون بع الله إلها آخر ولا يغتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون بع الله إلها آخر ولا يغتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعبيانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل من يعبغ بكم ربي نولا دعاءكم فقد كلبتم فسوف يكون نزاما ترجمة نانسي قنقر